اقشعر لها بدني جاء رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إحدى الغزوات فبشره بالنصر فسأل عمر بن الخطاب متى بدأ القتال فقالوا قبل الضحى قال ومتى كان النصر قالوا قبل المغرب فبكى سيدنا عمر بن الخطاب حتى ابتلت لحيته فقالوا يا أمير المؤمنين نبشرك بالنصر فتبكي فقال رضي الله عنه والله إن الباطل لا يصمد أمام الحق طوال هذا الوقت إلا بذنب أذنبتموه أنتم أو أذنبته أنا وأضاف قائلا نحن أمة لا تنتصر بالعدة والعتاد ولكن تنتصر بقلة ذنوبنا وكثرة ذنوب الأعداء فلو تساوت الذنوب انتصر علينا بالعدة والعتاد هل تنشر هذا الكلام الرائع من سيدنا الفاروق رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته